السلام عليكم صباح الخير ومساء عليكم جميعنا شباب معكم محمد هلال في مشكلة بتقابل الناس كتير في ويندوز 8.1 او ويندوز 10 المشكلة دي هي في عارض الصور لما انت تيجي تشغل اي صورة عندك ممكن ما تجيش بالبرنامج اللي احنا متعودين عليه اللي هو ويندوز فوتو فياور هتجيلك بالبرنامج ده اللي هو فوتو اديتور يعني برنامج عقيم شوية ما تقدرش ما فوش اوبشن بيضايق بعض الناس انما البرنامج التاني اللي احنا متعودين عليه في ويندوز 7 اللي هو ويندوز فوتو فياور ما يبقاش موجود حتى لو احنا جينا عملنا اوبن ويز هنلاقي برامج تانية كتير منها البرينت ومنها المايكروسوفت اديتور اللي انا قلتلكو عليه ننزل ازاي او ازاي يكون عندنا برنامج ويندوز فوتو فياور زي الاول والناس اللي متعودة عليه دايما هنزللكو برنامج صغير جدا لا يتعدى حجمه ال اتنين ال واحد نيجا عفوا يعني هو كيلو بايت وشوية فلو احنا فتحنا وفكنا الضغط هيجي لنا الايكونة دي زي ما انتو شايفين هنضغط عليها هي ايكونة واحدة بس اللي هتنزلها ان شاء الله هسيبلكو الرابط بتاع تحميل الاداة فاسفل فيديو ممكن تخش وتحملوه تعملوه دا ونلود بكل سهولة هنفتحه وبعد كده هيجيب لنا المربع الحواري ده هتضغط يس بعد كده اوكي بعد كده شباب لو جينا شغلنا هنلاقي زي ما انتو شايفين ويندوز فوتو فياور والصورة تفتحت مفيش اي مشاكل خالص ده كان حاجة بسيطة لان كانت فيه ناس عندها المشاكل دي بتقولي ناس ترجع ازاي البرنامج اللي احنا كنا متعودين عليه دايما ياريت لو الفيديو عجبكو واستفدتم منه اللايك للفيديو سبسكرايب لو يهمك تشوف فيديوهات تانية لازم تشترك في القناة وسيب تعليق باي شرح انت عايزه كان معكم محمد هلال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة